سلام عليكم تتبعين الكرام مقتل بائع للفحم يهز مدينة أغادير يتزت مدينة أغادير صبيحة يوم أمس الجمعة من يوليوز الجاري وبالضبط حي أضرار على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحية بائع للفحم الخشبي في الأربعينات من عمره حيث عثر عليه بعض أصدقائه جثة هامدة وعليه بعض الكدمات ووفق مصادر مطلعة فإن الهالك المنحدر من منطقة شماعية سبق له أن هاجر إلى الديار الإيطالية قبل أن يغادرها بسبب وطائق الإقامة حيث اختار الاستقرار بمدينة أغادير والاشتغال في بيع الفحم مع اقتراب عيد الأضحى وصبيحة الجمعة وجد الشاب جثة هامدة في منظر بشع وهو غارق في دمائه بعدما وجه له شخص مجهول ضربة على الصدر عجلت بوفاته الحادث عجل بانتقال فرقة تابعة للشرطة العلمية لمكان الحادث حيث تم بعد التحاريات الأولية تحديد هوية الجاني وتوقيفه وفتح تحقيق معه تحت إشراف النيابة العامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة